كبسوا 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 بيعملوا أي حاجة وكل حاجة علشان الفلوس علشان الفلوس ممكن يتعرضوا للإهانة ويقللوا من نفسهم قدام الجمهور علشان الفلوس يبنى عليهم الزل وهم بيقولوا كبسوا كبسوا الشحاتة بقت أونلاين وعين يعينك كده تحديات وأحكام ملهاش أول من آخر منتشرة الفترة الأخيرة بين الشباب على السوشيال ميديا وخاصة على تيك توك لما يقابلك واحد منهم وتشوفه هتستفز وتسأل نفسك هو إيه اللي يجبرهم على كده؟ ليه يعملوا في نفسهم كده؟ وكل الإجابات هتصب في كلمة واحدة الفلوس ليه هتقال على التحديات دي تحديات أهانة النفس البشرية؟ مش هتصدق بيعملوا إيه في نفسهم معقول وصلت للدرجة دي اللايف على تيك توك من دول بيعملوا ملايين في الجولة الوحدة وكل فيديو لايف هتلاقي ولد وبين طلعين لايف مشترك كل واحد من مكانه والشاشة مقسومة نصين نص للبين ونص للولد التعاون المشترك ده بيزود المتابعين وكمان الفلوس دي زيد وكل اللي طالع عليهم تكبيس تكبيس يا شباب فاكرين لعبة الأحكام اللي كنا من العبة زمان بالكوتشينا لما حد يخسر ويتقلوا مثلا أم هتلي أشرب مياه كنا غلابة قوي والله أهو الأحكام دي تغيارت خالص وصلت إن الشخص منهم يطلع قدام الجمهور ومت بهدل من سقص راسه مش مهم المهم الفلوسه بس هيطلع من اللايف ده مع كام مش مهم وازاي وليه خالص الولد يقول لها شهرك وهي تقوله انت بتلعب مع واحدة عندها 3 مليون تشهر مين يلا انت نسيت نفسك ولا ايه بيلعبوا لعبة واللي يخسر أمه دعي عليه الولد ظاهر شعره والتيشيرت اسود بتاعه أبيض من كتر البدرة اللي رششها وتشوفها تقول خارج من كيس دقيق وعلى الناحية التانية البنت وشها كله معجون أسنان ومتبهدلة وكأنها واكلة حتة علقة ما حصلتش البنت دي لما كثبت حكمت على الولد أحكام غريبة زي انه يقص شعره الولد طبعا اتعصب وقال لها لا ما اتفقدناش على حلاقة الشعر كله إلا كده وفي الآخر حلق دقنه بكل سهولة أو عادي جدا وده يخلينا نستقرب اللي خليك تحط بيدي على كتفك وشعرك ما جاتش على قصة شعر يعني ولا ايه كله كوم وتحدي أكل البصل كوم تاني ولازم بصلايا كبيرة لأن البنت كانت محددة تارجت بتاعها في الجولة مش أقل من 80 ألف كل مادة لأحكام بتاعها لدرجة ان الولد تشرب شطة وقال لها كفاية تحديات أكل أنا لسه أشرب شطة من شوية مش هتغلب معاه قالت له بس كده طب ايه كتب ست ندى قفلت مالفي ودع ل البروفايل بتاعك في البايو لمدة 24 ساعة ولما عملت كده حاسة انها مسيطرة ومشية مسترة الحكم اللي بعد كده كان حكم البن نفس اللي عمله بالبودرة كده بس هيكون بالبن يدوبك البن في شوية مية وكأنه بيعمل ماسك لويشه بس يغرق نفسه وهلومه كمان كمان يروح يكتب على البروفايل بتاعها مطلقة وأبحث عن راجل يتجاوزني معاكو حسن تيربو وده المدة ساعة وصممت على تحدي البيض وحكمت عليه مرتين بس المرة دي هيكون عشر بيضات مش تلاتة خمسة منهم يحطوهم في طبق وقالت له بالنص كده تقعد عليهم تفقسهم والخمسة التانين قالت له هقولك تكسرهم فين لكن الفيديو ما وضحش هيعمل بيهم ايه الغريب إن المتابعين للمحتوى ده على تيك توك بالملايين ومش مصريين بس لا طول الفيديو بيشكروا أشخاص خلايجة وعرب على دعمهم والأغرب إنه ممكن تباني الأحكام دي عادية ومضحكة وهزار للبعض ولكن في أحكام انتشرت الفترة الأخيرة كانت السبب إن صغيرين كتير يفرقوا الحياة أو يتصابوا إصابات زي تحدي كاتم النفس كده لحد إمتى النوعية دي من المحتوى الغير هادف بالمرة هتسيطر على جمهور السوشال ميديا وهل ممكن يكون في قانون رادع يمنع الناس دي من الظهور أو الانتشار وهل أنتم معا ولا ضد تقديم المحتوى ده شاركونا برأيكم في التعليقات